موسيقى مساء الخير و اهلا بحضراتكم محلقة جديدة بوضوح النهاردة على الهواء مباشرة بنستمر في احتفالنا بالاعمال المتميزة اللي تعرضت خلال شهر رمضان المعظم الماضي على شاشة قناة الحياة الحياة زي ما قلت قبل كده كنا حرسين جدا في قناة الحياة على اختيار النصوص الجيدة اي محطة بتيجي ايجي شهر رمضان بتبدأ تفكر ازاي تقدر تعمل الباقة بتاعتها والبوكي بتاعها لتقدمه للمشاهد بالتأكيد ادارة القناة ورئيس الشبكة الاسد محمد سمير ومعاك كل الفريق العمل بيبدأوا يقروا النصوص فكرة قرية النص ان الواحد ياخد النص ويقراء ويشوف العمل ده اللي انا هشتريه هل يرقى ان هو يشوفه مشاهد قناة الحياة هل يرقى ان هو يخدم الناس يفيد الناس لان في اعمال الحياة قدمت في رمضان دون المستوى ممكن تكون حقاية نجا حاجة مهرية لكنها في الاخر لما نشوف المضامين بتاعتها كانت مضامين سلبية مش ايجابية عشان كده كنو حرسين جدا ان احنا نختار الاعمال المتميزة نصا ابطالا اخراجا انتاجا من الاعمال المتميزة جدا اللي عرضت خلال رمضان اللي فات واللي حازت على اعجاب الجمهور وايضا اعجاب النقاد على قناة الحياة الخروج مسلسل متميز بيجمع بين الحبكة الدرامية المتميزة الساسبنس والاثارة المتعة البصرية التكنيك المتميز جدا في الاخراج الانتاج الثري التأليف المتميز الابطال اللي كل واحد فيهم تم اختياره فعلا كاستنج في مكانه بالزبط عشان كده النهاردة معانا اسرة مسلسل خروج بنحتفي بيهم بنحتفل بيهم نقول لهم مبروك اسعدتونا ونورتونا في رمضان اهلا وسهلا بيكو وسعيد جدا بوجودكم معايا ورحب بالنجمة الجميلة المتميزة الفنانة دورة نجمة العمل مبروكة دورة مرسي شكرا نورتين انت ماشاء الله يعني دايما كل سنة معانا لكي تكريماتك وليكي احتفاءاتك عشان اعمالك كلها متميزة الحمد لله اهلا بيك نورتينة المخرج المتميز بجد انا معجب جدا بشغلك والحياة اللي تابع شغلك يقول ان يعني محمد العادل عامل او منذو العادل نسميك منذو يا محمد نسمي انت حايا سنراح عامل شغلي متميز جدا اهلا بيك نورتين يا محمد النهاردة وسعيد جدا بالعمل المبدع المتميز انت قدم النجمة سلوى محمد علي اهلا بيك ده مسلوى شرفتين ونورتين مؤلف العمل سيد محمد الصفتي اهلا وسهلا ساعداء جدا بيكو تحرك معنا فاننا الكبير احمد كمال اهلا وسهيك نورت وشرفتين والنجمة الجميلة انجي بوزيد الليات وبتاعنا كل رمضان بعمل جميل اهلا بيك انجي نورتين وشرفتين خلونا نشوف الاول تقارير عادوا زملائنا في الاعداد عن الخروج وبعد ان نبدأ حوالي موسيقى موسيقى